وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ معنا ايه كلام ده تدي من الشبهات تدي من الحاجات اللي بيلقوها علينا سكرية بوترس الناس يقول لك عندهم ربنا مكار المكر هو التخطيط في الخفاء هم خططوا في الخفاء لإلحاق الضرر هم خططوا في الخفاء لقتل نبي الله عيسى بن مريا فمكر الله بمكرهم مكر الله يعني ربنا قدر إنهم لو تآمروا عليه تفشل مؤمرتهم ولا يستطيعوا قتله فالمكر فيه تبييت تبييت النية إنه يضر إنسان وده من الجبن لإن القوي الشجاع لا يبيت بل يقاتل وجهاً لوجها وبدون ما يخفي نيته أما الله سبحانه وتعالى تبييته زي برنامج كمبيوتر المبابج بيكتب البرنامج كده وبيحط الاحتمالات يقول لك لو مستخدم الكمبيوتر ضغط الزر الفلاني يحصل كده لو ضغط الزر التاني يحصل حاجة تاني فربنا سبحانه وتعالى مكره بمكرهم هو إنه يقدر لو تآمروا بالطريقة دي يحصل كذا ولو عملوا كذا يحصل كذا هذا هو مكر الله هنا لذلك مكر الله معتمد على مكرهم هم هيعملوا إيه؟ بالتالي هذا الفعل وإن كان ربنا فعله وهو فعل المكر إنما لا يشتق منه اسم لله يعني لا يسمى الله بالماكر وإن كان يمكر لكن ربنا بيمكر بمن يمكر فده اسمه هذا الفعل للمشاكلة يعني ايه؟ يعني هو في حقيقة الأمر مش مكر لكن بيسمى كده للمشاكلة يعني عشان يكون الفعل بتاع ربنا الشكل ونفس شكل الفعل بتاعهم فبيسمى كده خليه أقولك مثلا 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 في البقرة احنا أخذنا مثلا ربنا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فربنا يقول إيه؟ فاعتدوا هل معقول ربنا يأمر بالعدوان؟ اسمع كمان فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله هو ربنا بيأمرنا بالعدوان؟ لا ربنا لا يأمر بالعدوان ليه؟ لأن ربنا تلت مرات ينهى عن العدوان ويقول تلت مرات يقول إن الله لا يحب المعتدين إزاي يقول لا يحب المعتدين ويأمرني أعتدي هنا دي اسمها المشاكلة يعني إيه؟ اللي ربنا أمرني بيه هو دفع العدوان مش العدوان لكن سمي عدوان من باب المشاكلة عشان يبقى شكل لأنه شكله زي شكل الفعل بتاعهم لكن في حقيقة الأمر هو دفع للفعل بتاعهم لذلك مكر الله هو مش مكر هو دفع لمكرهم هو إفشال لمكرهم وسمي مكرا من باب المشاكلة أرجو دي يكون مفهوم وليك على حاجة في سورة فاطر واضحة جدا ربنا بيقول إيه؟ استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إذن في مكر سيء ومكر مش سيء في مكر سيء اللي هو المكر الطبيعي اللي هو المكر اللي هو التخطيط في الخفاء لإلحاق الضرر بالناس أما المكر اللي يؤدي للخير هو إبطال المكر السيء هو مش مكر هو إبطال المكر السيء تمام؟ طيب عشان كده ربنا قال إيه؟ ومكر ومكر الله والله خير الماكرين طيب مكروم يقتل مكر الله ينقذ حياة الناس يبطل مؤامرات المتعمرين